استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي وفدا روسيا رفيع المستوى ضم كل من دانا سامانت روفر رئيس وزراء ووزير التجارة والصناع الروسي وميخايل بوكدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي وعدد من المسؤولين هذا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء تناول بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وكذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات لا سيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للتاقة النووية وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس فضلا عن مناقشة التعاون في مجال توريدي الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة